من وجهة نظر حضرتك ايه اهم المكاسب اللي تحققت النهاردة سواء لقطر او للعالم العربي او لتقديم يعني وجبة كبيرة جدا للعالم من على ارض عربية بلا شك استاذ احباد احنا بنقول ان المنديال ده مش منديال قطر ولا كاس العالم لا ده منديال العرب كلنا ده كاس العالم دي بنعتبرها بتاعتنا وبتقام على ملعبنا وعلى ارضنا فالحقيقة ان هما وصلوا رسالة النهاردة ان العرب قادرين على ان هما ينظموا زي الدول الاوروبية وزي امريكا بتنظيم مبهر الحقيقة وعملوا حفل افتتاح النهاردة جميل زي ما شفناه وفيه امكانيات عالية جدا تقنية بشكل خاص فاعتقد انه اهم رسالة وصلوها ان العرب قادرين ان هما يوصلوا الامكانيات بتاعتهم والرسالة بتاعتهم للعالم كله بشكل مميز جدا ده اهم مكسب النهاردة تحقق وده اللي كانت قطر بتسعاله من سنين طويلة من الناحية التنظيمية انها قادرة رغم صغر المساحة دولة صغيرة المساحة انها تنظم كاس عالم نظمته دول كبيرة جدا جدا ابل كده زي روسيا وزي البرازيل وزي جنوب افريقيا وغيرهم يعني اعتقد ده كان اهم مكسب النهاردة تحقق طيب سيد علاء ايه الفرص اللي قدام قطر دلوقتي الاكوادور خلاص عندها ثلاث نقاط بكرة مباراة السنغال هولندا الاثنين يعني من الفرق المرشحة طبعا للدور التالي ايه اللي قدام قطر عشان تحقق معجزة هل وممكن تحقق معجزة ولا في الماتشين اللي جايين قدام السنغال وهولندا